إخوتي وأخواتي بعد كل هذا الدلائل أكبر دليل هو أنت وأنا اللي منشهد أن يسوع حي لنغير حياتنا وكم من الناس اللي تغيرت حياتها من الظلمة للنور من الموت إلى الحياة لكن برضو القيام إلها بركات مكتوب عن الروح القدس الروح الذي أقام يسوع يحي أجسادكم المائتة هذا هو عمل الروح القدس أحبائي ثم الولادة من فوق الولادة الروحية بسبب قيامة المسيح في بطرس الأولى الصحاح الأول مكتوب ولادنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع من بين الأموات ثم أحبائي مكتوب أن الغرض من القيامة هو التبرير المؤمن موقف قضائه الله حكم علينا ببرائتنا وبتبريرنا أيضا مكتوب الذي أسلم من أجل خطيانا وأقيم لأجل تبريرنا فقيامة المسيح هي العمل أو اكتمال العمل الكامل أي قام حتى يبررك ويبررني من كل خطي أحبائي القيامة القيامة هي اللي أعطت المصداقية والشرعية في روميا الصحاح الأول مكتوب عن يسوع الذي من نسل داود حسب الجسد صار من نسل داود حسب الجسد إنسانية المسيح ولكنه تعين لاحظ الكلمات تعين ابن الله فهو ابن الله الأزلي وهو أيضا ابن الله بجدارة لأنه أكمل عمل الفداء على الصليب تعين ابن الله من جهة روح القداسة بقيامة يسوع المسيح من الأموات وأخيرا أحبائي القيامة هو أساس وسبب خلاصنا وهذا اللي أنا بصلي إليك اليوم إنك تعلن توبتك أمام المسيح وما تستهين ولا تتساهل في هذا الموضوع قل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ أنا باعترف فيك أنا بآمن فيك إنك أنت ربي ومخلصي بتخلص بتحصل على الحياة الأبدية لأنه وعد المسيح من يقبل إلي لا أخرجه خارجا اسمع ما قال الرسول بولوس لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وأقامه من الأموات خلص فإذن إذا أنت بتعترف وبتآمن إنه الرب إنه الله أقام من الأموات خلص هذا هو أساس خلاص أنا بصلي من كل قلبي إنه المسيح يعطيك الخلاص الكامل وتنال الحياة الأبدية والرب يباركك اشتركوا في القناة